الكارثة الرابعة هو رفض تبون للموضوع لأنه كونقبل به صحيح يدي أكله مسموم وتكون مع العهدة مسمومة وأمام العالم الخارجي مضروبة وغير مقبولة نسبة ستالينية ولكن العالم الخارجي بالعبس نسبهم نظام فيه تبون إنسان تافه إنسان ردي إنسان هش إنسان عنده سبعين الترين دي كاسرول وبعدين العالم الخارجي ماذا به نظام في الجزائر أصلا نظام العسكري المخابراتي يخدمهم قدمونهم خدمات في كافة الاتجاهات يدفع الجزية لعدة الدول مرات تسمى مشاريع تجارية مرات مشاريع بيترولية مرات مشاريع سلاح مرات وهي جزية تقدم أموال إضافية ويفتحوا لهم الأجواء يفتحوا لهم الموانع يفتحوا لهم الخزائن يفتحوا لهم التربية التعليم الجامعة فاتحي لهم فهي عبثو في البلاد كما يشاءون فمعنوش مشكل ولذلك سارع ماكرون إلى تهنيئة تبون وأنا أعتقد أن التهنيئة أنتع ماكرون بالذات أنتع ماكرون بالذات هي أنتع أقبل واش أعطاوك ووسكت يعني واش رايح تدير فأنا قلت لك ماكرون يقدر يعود يقوله أنا قلت لك بل أنتراك حاصل حاصل في يد الجنيرالات قلت هالك في 30 سبتمبر 2021 ومن بعد الجنيرالات زعفوا وسحبوا السافير وكنا عارفين راح يسحبوه أسابيع عودوا يرجعوه كما حدث وقالوا نغلقوا الأجواء على الطائرات الفرنسية المقنبلة غلقوها أسابيع وعودوا يرجعوها فسح قالوا أنا قلت لك والجنيرالات حتى لما جيت زورتك يعني أعتقد أن هذا هو لسن ماكرو لما جيت زورتك في أوت 2022 جاءوا الجنيرالات ربعة بلباسهم العسكري وحطوك أنت في الوسط باش يأكدوا كلمت أنك عالق داخل هذا النظام الذي أتعبه الحراك والنظام مافيا عسكري فهو بعث له ميساج رسالة تهنئة وأكثر من ذلك زاد بعث له هذا السيدة مستهل استقبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اليوم سيدة أنكلير لجندر المبعوثة الخاصة ومستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشمال إفريقيا والشرق الأوسط حاملة منه رسالة إلى سيد رئيس الجمهورية اللقاء حضره سيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية طيب استقبل أنكلير لجندر كما قال المبعوثة الخاصة للرئيس الفرنسي قبلها بيومين مخرجين بيان في وكالة الأنباء يهاجموا فيه بشدة فرنسا وقناة القمامة قناة فرنسا فردكات قناة القمامة وفرنسا راي تظن ما زلنا مستعمرة ومانيش عارف هجوم عنيف مخرجينه فيما يسمى بوكالة الأنباء موش هذاك برك موش فقط الهجوم اللي مخرجينه في وكالة الأنباء زادوا زادوا كتبوا مقالات يقول لك مرة تهنيئة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لنظيره الجزائر عبد المجيد تبون بمناسبة فوز بعهده ثانية وبدأ أن تعامل وسائل الإعلام الرسمية معها وحتى رئاسة جمهورية لم يكن كما هو الشام بالنسبة لتهاني ورؤساء وملوك وأمراء دول أخرى بمعنى أن الرئاسة في الجزائر ما اهتمتش بتهنيئة ماكرون إطلاقا خاصة وكانت الأنباء شنت على هجوم على فرنسا هجوم عنيف قبل يومين لكن الحقيقة لو كان كان هذا الكلام صحيح بش وريلك يقولوا شيء ويفعلوا شيء آخر لو كان تبون ما يستقبلش المبعوثة الخاصة للرئيس ماكرون مش حتى وزير خارجية ما هوش حتى وزير داخلية مبعوثة مجرد مستشارة في الرئاسة الفرنسية استقبلها وحاضر معاها مدير ديوان بوعلام بوعلام إلى آخره إلى آخره مما يعني أن في الحقيقة أن تبون مهتم جدا بالعلاقات الفرنسية تبون مش فقط مهتم تبون يعرف أن حبل النجاة الوحيد ما عندوش شرعية شعبية وحبل الناجاة الوحيد اللي يقدر يمسك به باش يواجه الجنرالات لأن ما عندوش دبابات ما عندوش صحيح معاه حتى الحرس جمهوري والأمن الرئاسي ويعني عندهم شوي تسلاء لكن ما هوش كما الأركاب وما عندوش المخابرات اللي ماسكة كل الأجهزة الإعلامية والأجهزة التصنط وتنصط وأشياء أخرى كثيرة فهو عارف باللي فرنسا بالنسبة ليه هي مثل الحبل السري ما بين الأم والجنين هو حبل حقيقي يمسك فيه وكان تبون يخرج دايما يمدح ماكرون بالرغم أن ماكرون كان يخرج مثلا يسب الإسلام يسب الرصوصة يخرج تبون بعدها بيوم يمدحوا لأن وجود تبون والجناح نتاع تبون مرتبط أساسا بالدعم الفرنسي ولذلك أنا كي قرأت البيان وكانت الأنباء تهاجم في فرنسا قلت أكيد هذا ما جهه من من مركز ناصر الجابان ولا جبار مهنة ولا مش من عند الرئاسة لأنه الرئاسة معارفين باللي الدعم الرئيسي لهم في الخارج خاصة أنه ما عندهم مش دعم داخلي والانتخابات هذه أثبتت ذلك هي فرنسا ولذلك استقبلها تبون لو كان جاه صح أنهم زعفانين من ماكرون في قضية الصحراء الغربية اللي قال راهي الآن هذه اعترفت فرنسا بأن مغربيت الصحراء لو كان جاء وغاض بين صح ورهم صح بين السافر ما يستقبلش المستشارة هذه ومجرد مستشارة مش حتى وزيرة وما يجلسش معاها حتى إلاجات يخلي السكرتير نتاع ويستقبلها يخلي رئيس الديوان في أفضل الحالات يستقبلها يخلي أمين عام وزارة الخارجية يستقبلها لكن الله هو يجلس معاها وهذا دليل رسالة لإصحابه في الداخل أو للفرنسيس أنه علاقته مع فرنسا يجب أن تبقى قوية وأنها الصحراء الغربية أو الصحراء الهندية أو هذه ماش هي الأساس بالنسبة لتبون والجماعة الأساس هو البقاء في السلطة لأن خروجهم من السلطة معنا دخولهم من السجون المعضلة اللي راح فيها اليوم الجماعات اللي رأي في الحكم زمان كانوا قبل 2018 كانوا أو 2019 كانوا اللي يخرج من السلطة يذهب للدار تبقى لهم النفوذ يبقى لهم شوية مال يبقى لهم أقل شي يبقى لهم المال أقل شي تبقى لهم التجارة كثير منهم تبقى لهم فيلا تعكلوا بديبان ولا موريتي ولا تعالجيني تبقى لهم ما يمسوا لهم المال ما يمسوا لهم العقارات السيارات مرت حتى يخلوهم الحراسة مثل زروال مثلا ما زالت عنده الحراسة لحد الآن ما يمثلهمش التقاعد كان هذا هو التقليد نحولك السلطة نحولك النفوذ والسلطة لكن نترك لك المال والتجارة وما نهبت وما أعطيها لك وكل تقاعد وكلها الآن لا لم يعود الأمر نحولك فقط النفوذ أو نحولك حتى المال أو نحولك حتى مال تقاعد تدخل للسجن ولذلك أهيحيا سلال بدوي ثلاثة من رؤساء الوزارات أو الوزير الأول رهم في السجن وآخرين ربما ما زال يعني الآخر هو طبعا تبون هؤلاء هم الذين كانوا رؤساء وزارة ما عادوا بالخادم بالخادم خلاص رأوا كبروا ونسحب خلاص فهذه كانت إشارة إلى أن كل ما قيل من سحب السافير ومن راني علاقتي بماكرون بفرنسا راني تاكل عليكم تشتوش خلال لما خرج تبون قبل قبل حوالي سنتين وروا هكذا في كانوا دعين احتفال ما احتفال يهضر معاما ديوني هذا اللي كان دايرينه في قناة تسمى قناة الحياة أو قناة المامات كما يسموا الجزائريين ويظل يسب ويهاجم وصل إلى درجة يقول لهم يا سحار واروح وحطوا قنابل في الدار البيضاء وفي الريباط وما تبقى وش تاهدروا إلى آخر ينصح في البوليزاريو ويروح يدروا قنابل ويفجروها في المغرب فبعدها بأيام بعد ما قال مديوني هذا الكلام بأيام أو أسابيع تلقاه تبون وصوروه يقول لهم نتكل عليك معناها كمل في البروباغندا كمل في الهجوم كمل وعلى ذلك المديوني هذه فقط بين قوسين مديوني منذ أول أمس رح يمشي بليجارد كور يمشي بليجارد كور مرعوب لأن الناس داخل المطار والموظفين داخل المطار غاضبين منه بشدة وبدأت توصلوا تهديدات غير مباشرة أو عن طريق رسائل خاصة أو لأن زادوا الناس تعلير الجيري وزادوا وهما الأخرين حقرهم ورايتعامل معهم كل رفا في كازيرنا وزادوا شافوا الرشوة والفساد رح جاب أحد أصدقائه وعقيد أعطاله منصب مهم جدا في إحدى الإدارات ورايشكل في جهاز أمني ليه هو وللمقربين الجهاز الأمني هذا بأول شيء هو لغارد كور اللي حطهم تخيلوا أنه مدير شركي واللي عنده دي غارد كور معنا نعمل لا في تسعينات ولا في الإرهاب ولا في كما يقولون راح نرجعوله إن شاء الله في اليومين القادمين ملف كامل على ما يجري في مع مديوني ومطار هوري بومديني إلى آخره إذن الاعتماد هو الاعتماد أن تعتبون أساسي بالنسبة لفرنسا استقباله اليوم لهذه المستشارة كان رسالة بأنه ما تحسبونيش على التصرفات اللي خارجة من يدي قضية السحراء الغربية هذا مش فيدي آناء هذا يفيدي الجنرالات والضغط انتع سحب السافير جامل عندهم ما يكتب في وكالة الأنباء مش هي آناء هذا خاطيني وهذا يورينا مرة أخرى وضوح الخصومة كيف أنت في وكالة الأنباء قبل يومين يا لات المساعدة يعود يرسلها لي أنت قبل يومين في وكالة الأنباء تشن هجوم عنيف على فرنسا الرسمية وبعد وقبل ثلاث أسابيع تسحب السافير وبعدها بعدها بيومين الآن تجيب تستقبل مبعوثة الرئيس ويستقبلها الرئيس تبون كما يقولون مش حتى أحد مساعدي بعث لك مستشار يستقبلها مستشار لكن هذه كانت رسالة باش يقول لجماعة شنغريحة ولجماعة مخابرات أنا فرنسا رحي معايا أو الفرنسيس يقولوا الورانا معاك ما تخافش ما تخافش خاصة في هذه الظروف العصيبة في هذه الضزاج تلك الانتخابات في هذه التلاعب بالأرقام تلك الانتخابات اللي يغرقوك طاوك طاوك مسمو طاوك أكل مسمو إذا قبلتوا تأكل السم وإذا ما قبلتوش كارثة لأن تدخل البلاد في أزمة والبلاد رأي في أزمة حقيقة لأنه بعد مرور أربعة أيام على الانتخابات الرئاسية وإعلان الرئيس بفوزه هو ما يخرش يتحدث على هذا الفوز ويتحدث طبعا أنتم مارك معارفين موقف نحنا نحنا لا نؤمن لا بهم ولا بانتخاباتهم ولا لكنه يتحدث كمنطق أشياء كما يجري في دول العالم حتى في دول في الجمهورية الموز ما يخرج يقبل الفوز بل بالعكس يخرج يندد بالأرقام وبالتضاربها إلى آخره فهذا رأيهم في أزمة حقيقية قبل ما نروحوا للأزمة الحقيقية خلينا نجيب لكم مقطع من وكرة الأنبة وكانت الأنباء الجزائرية ترنشور برقية بعنوان أيها الفرنسيون الجزائر ليست محميتكم موضوع الجزائر أصبح واحدا من الطقوس أو من الثوابة التي تستنفر الصحافة الفرنسية الصحافة الفرنسية تحولت إلى جوق إعلامي يحترف كل الممارسات العدائية ضد الجزائر فرنس فاندكات أصبحت قناة قمامة وينطبق عليها عبارة الجمل الذي يبحث عن حذبة فوق ظهر آخر وينسى حذبته وكانت الجوق الإعلامي الفرنسي بات يتهجم بخزي ودون حياء على كل التحولات التي تشهدها الجزائر منذ انتخاب الرئيس تبون رئيسا يتزامن هذا التهجم على الجزائر بأوقات تشهد فيها فرنسا أحد أحلك مراحل في تاريخها على أعضاء الجوق المعادل الجزائر أن يدرك أن الجزائر التي طردتهم منها هي بلد الحريات جميلة هذه بلد الحريات وبلد مستقر ومزدهر بعيد كل البعد عن مستعمرة البؤس والله هي يشوف خلنا بركنا هذه ما فوتهاش هي فرنسا رأي فيها اضطرابات وفيها قلاقل وفيها مشاكل لا شك في ذلك هذا ما فهب بشيء شوية أجمع ذلك نجد بكثر من ذلك الذي قال هذا هو أنني جدي عاش 150 سنة لكن يقولون أنني جدي عاش 500 سنة يعني يعني وضاع بشار ولا ورقلة ولا البويرة ولا البليدة ولا حتى بوفريك ولا حتى عاصمة خير من وحية باريس وخير من نيس وخير من مرسايا وخير من مرسايا حشوية نقص كل مرة تزيدوا الدوزان تكسروا يعني الجزائر رهي بلد الحريات ومستقرة بلد الحريات وبلد مستقر ومزدهر مزدهر هذه نقص بلد مستقر وانتما البراجات في كل مكان البراجات ولات أكثر من طروليات بلد مستقر ومزدهر وانتم كين جزائرين يأكلون من القمامة بحق بلد مزدهر هاي بشار غرقت وعين السفرة غرقت والمشرية غرقت وكانت تيارتما كانت عاطشة ودركة غرقت وكثير من المدن بمجرد سقطت شوية أمطار وتام الرأس غرقت وعين صالح غرقت حشوية هاي المبالغات انتعكم هي اللي تهلككم هاي المبالغة انتع وكات الأنباء كمانتع 95% المبالغة ستالينية على شكلة البرافدا ذاك العام البرافدا كانت هي أهم يومية انتع الانتحاد السوفيتي والبرافدا بالروسية معناها الحقيق الحقيق صحيفة الحقيق فكان أجمع الناس أنا ذاك على أن الحقيق الوحيدة فيها هو تاريخ صدورها وقال لك حتى مرة تاريخ الصدور يبدلوه شوية نقصه شوية من الأجدر بهذا الجوق الاعتراف بأن الجزائر أفضل حالا اليوم بكثير من فرنسا على ذلك رغم الفرنسيس هما اليوم يحرقوا عندنا فرنسيس هما اليوم يحرقوا عندنا المسؤولين الفرنسيين هما اليوم يجوا يطلبوا عشر سنين ريزيدونس ويشروا الجنسية الأموال تاع فرنسا هي اليها تهرب للجزائر الفرنسيس يهربوا في الأموال ويشروا في الجلفة وفي الأغواط وفي عين السفرة وفي عين صالح وفي عنابة وفي البويرة وفي بومردس هكذا شوية نقصه والله في الستينات والسبعينات وانا نذكر السبعينات خاصة والثمانينات ما وصلت جرائد الحزب الواحد في الزمن السوفياتي في الجزائر ما وصلت لهذا الحد شيء فضيع لكم بال هذا بال الجزائر بلد متحرم من أي مديونية فيما تغرق فرنسا في بحر ضيون تفوق ثلاثة ألاف مليار ضمن خمس دول أوروبية الأكثر مديونية على هذا الجغل الفرنسي أن يلتفت إلى محميات الفرنسية لأن الجزائر ليس ولن تكون إحداها وهذا عهد قطعناها مام شهداء ثورة التحرير يا ليت يا ليت يا ليت بكل أسف وألم اليوم الجزائر هي واحدة من أوسخ وأسوأ المحميات عن طاق فرنسا نقول الجزائر هنا نتكلم على نظام الحكم أما الشعب فرى في قطيعة كاملة معكم الشعب في قطيعة كاملة معكم والدليل هو هذه النتائش وهنا نزيدنا نعود نرجع للنتائش